هذا وأعربت الجماهير الكروية القادمة من مختلف دول الخليج العربي لمؤزرة متخباتهم في بطولات خليجي 25 المقامة في البصرة أعربت عن فرحتهم بحفاوة وكرم أهالي المحافظة والجماهير العرقية ككل مؤكدة تنن الدورة الخامسة وراشرين لهذه البطولة من أنجح دوراتي جماهيريا وفنيا ألف ألف مبروك لعنابي وهارد لك المبارات مثل ما شفت المبارات هبس ما شفتها لشفتها طبعا كان الفوز شبه مستحق ما كان اللاعبين ذاك اللعب النبيحنا دائما اليوم عندما نرى البصرة وقد رفعت رؤوسنا وقد شرحت صدورنا عندما نرى هذا الملتقى الذي لطالما فقدناه ملتقى دول الخليج وقد توافدوا إلى العراق إلى إخوانهم والعراق قد عاد إلى حظنته العربية نرى الفرحة قد ملأت الوجوه وملأت القلوب وإحنا نبارك لها القطار وإخواننا وهلنا هناك بعد ونحيي أيضا هل العراق اللي كانوا اليوم وقفين معنا وهم في كل مباراة للأمانة مو بس مع قطار مع كل منتقوات الخليجية يحضرون ويشجعون بكل روح رياضية وتنافس هذه خليجي 25 اعتبتت أنها هي الأقوى فنيا يعني الكل فائز وإحنا مستمتعين في جوال البصرة اللي تمنيت أنها رابعي وجمعته في الدوحة يجون ويشوفونها يعني يعني هو الاهتمام الإعلامي والحضور الجماهيري والمستوى الفني العالي هو العوامل النجاح لأي بطولة وماحت وهذه العوامل الثلاث تحققت في الخليجي 25 وبالتالي تعتبر البطولة الأكثر جماهيرية الأكثر تغطية إعلامية والمستوى الفني عالي بالنسبة للبطولة